هل الفاعل سياسي؟ لا ليس الأمر بهذه الصعب دعيني أقول لك أنا أزور سنجار بشكل مستمر لدي عدة أعمال أقوم بها بسنجار بحكم عملي البحثي وأيضا بحكم علاقتي مع أطراف كثيرة بالمجتمع السنجاري ليست النية أحداث تغيير ديموغرافي بقدر ما النية الحصول على مطالب محددة السنجاريون يعني ليست لديهم خارطة طريق واضحة المعالم للانتقال من حالة ضحايا تعرضوا إلى الانتهاكات إلى حالة ضحايا يشعرون بالرضا عن الإجراءات الحكومية تحديدا لا عمليات التعويض ولا عمليات إعادة الإعمار ولا عمليات محاسبة المجرمين ولا عمليات الإدلاء بالمعلومات كانت كافية بالنسبة لهم وكانت تعاني من تعثرات وفجوات كبيرة بالنسبة لإرضاء الأطراف التي تشعر بأنها ضحايا تحديدا من الأخوة والأخوات الإزيدية كذلك الأطراف المسلمة ليست كلها متهمة بأنها منتمية إلى تنظيم داعش الإرعابي وإنما يوجد أطراف كانت أيديها غائرة بجميع الدماء دعيني أسميها لكن هناك أيضا من المسلمين من العرب من الكرد لديهم ممتلكات في داخل سنجار ويبتغون العودة إليها لكن لا يمكن أن تتم عمليات العودة وما زال المجتمع المكتوي يشعر بأنه ضحية يتعرض للضهاد آخر تخديدا لذلك لاحظنا هذه ردة الفعل القاسية يوم أمس عمليات رمي الحجارة وكذلك حتى ملاسنة قائد فرقة عسكرية قد لا تليق بقائد فرقة عسكرية أن يتم الصياح عليه بهذه الطريقة لكن هذا حال المجتمع ما زال يشعر بأنه مكتوي اشتركوا في القناة